أعزائي المشاهدين نواصل حديثنا عن قول يسوع من إنجيل يحنى الإصحاح الرابع عشر الآية السادسة أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي في الحلقات الماضية اتحدثنا مع الدكتور فريد زكي عن موضوع الطريق وموضوع الحق في هذه الحلقة سوف نتناول موضوع الحياة مرة أخرى يصرنا أن نستضيف إلى نور لجميع الأمم الدكتور فريد زكي على فكرة هو من مصر يزور حاليا معنا في البرنامج الدكتور فريد هو طبيب بشري متخصص بالأمراض النفسية أهلا وسهلا دكتور فريد أهلا بك في هذه الحلقة سنواصل تتمت أو تكملت الآية أنا هو الحياة دعنا أسأل السؤال الأول ما المقصود بالعبارة عندما قال المسيح أو بالمسيح هو الحياة نعم الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح أن الحياة الحقيقية هي عند الله ومن الله مثلا مزمور ستة وتلاتين يقول في داود النبي لله عندك ينبوع الحياة وبنورك نرى نورا سفر الأمثال الصح تمانية الذي يعتبر نبوة يتحدث فيها المسيح قبل التجسد بحوالي ألف سنة يقول من يجدني يجد الحياة وينال رضا من الرب ثم في العهد الجديد في إنجيل يحنى الأصحي الأول يقول البشير يحنى عن المسيح فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس من هذا أفهم أن المسيح عندما يقول أنه هو الحياة يقصد بهذا أن الحياة الروحية الحقيقية التي بدونها الإنسان يعد روحيا ميت ويؤكد هذا قول المسيح مرارا كثيرا في تعليمه عن الموت مثلا الحق الحق أقول لكم من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدي ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة إذن هناك موت أي نوع من الموت ليس الموت الحرفي انفصال الروح عن الجسد لكنه الموت الروحي انفصال الإنسان عن الله المسيح هو الحياة هو معطي الحياة مستودع الحياة ومعطي هذه الحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر